كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة جاء ذلك خلال اجتماعاً لسعرات مقترح مقدم من مجموعة أندراما العالمية بشأن إنشاء مصنعين للأسميد الفوسفاتية والسلك المعدنية لإنتاج الألواح الشمسية وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى رغبة المستثمر في توجيه استثماراته في المصنعين باستثمارات تبلغ نحو 700 مليون دولار لأن يتم تخصيص الإنتاج للتصدير